اشتركوا في القناة من تصعيد في حال عدم توقيع الاتفاق وسط انقسام داخلي قمة موسعة للاتحاد الأوروبي في براغ تتصدر قضايا أوكرانيا والأمن والطاقة والاقتصاد بوتين يؤكد خلال قمة رابطة الدول المستقلة أن الأحداث في أوكرانيا والصراعات بين بعض دول ما بعد الاتحاد السوفيتي تتطلب تدابير لحلها بعد تكليفهم قبل يومين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة يستقلون عقب رفض شعبي ونيابي للتشكيلة الوزارية مرحبا بكم أفاد مراسل الميادين في غزة بأن وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيزور سوريا خلال الشهر الحالي في خطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع دمشق وكانت حماس قد أعلنت سابقا مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع دمشق وقدرت دورها في دعم فلسطين وأكدت الوقوف معها في مواجهة العدوان كشفت صحيفة إسرائيل هايوم عن استعداد كيان الاحتلال لبدء تشغيل منصة كاريش في الأيام المقبلة مرجحة أن يتم ذلك بعد غد الأحد والاثنين المقبلين بحسب الصحيفة فإن التشغيل سيكون تجريبيا في هذه المرحلة حيث سيتم تدفق الغاز من جهة الساحل إلى المنصة المتحركة على مسافة نحو 100 كيلو متر وأشارت إلى أن الضخة وتدفق الغاز من الحقل إلى الساحل سيبدأ في الأيام التي ستلي ذلك وأشارت إلى استعداد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال مواجهة محدودة مع حزب الله صحيفة آرتس قالت في افتتاحيتها أنه من الصعب عدم رؤيته كلام لبيد كردة فعلا مباشرة على الضغوط السياسية التي أمارسها عليه نتنياهو والليكود في هذه الأيام الصحيفة كشفت أن نتنياهو يحاول تأطير الاتفاق على أنه تنازل انهزامي فيما لبيد استجاب بعرض عضلات أمام اللبنانيين وأيدت الصحيفة كلام رئيس الحكومة اللبنانية بأن الاتفاق سيمنع حربا أكيدة في المنطقة وأن هناك أهمية استراتيجية لهذا الاتفاق وقالت أن ميقاتي مصيب مشيرة إلى أن الاتفاق هو اختراق إقليمي نادر ومهم لحظات مصيرية تشهدها المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بعد رفض الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق البحري فيما لا تزال المقسامات والخلافات تعصف بالمستوى السياسي في إسرائيل على خلفية هذا الاتفاق الذي رحل برأي خبراء إلى ما بعد انتخابة الكنيسة نحن في نقطة مصيرية في خضم المفاوضات وهذا لا يعني أن الأمور ليست قابلة للحل نحن لا نعرف كل ما يدور في الكواليس وكل الطرف يحاول أن يضغط ويقوم بالخطوة الأخيرة قبل التوقيع وإغلاق الاتفاق اختيار رئيس الحكومة يائر لبيد بداية وقبل اجتماع الكابينت الإعلان عن رفض الملاحظات اللبنانية عبر مصدر سياسي عده مراقبون مناورة علاقات عامة هدفها الأساسي كسب رصيد شخصي قبل انتخابات الكنيسة أعتقد أنه يوجد هناك نوع من الدعاية الانتخابية في كل ما يتعلق بالاتفاق والانتخابات لا تبرر القيام بها الانتقاد أمر ممتاز وتقديم ملاحظات أمر ممتاز لكن لا ينبغي أن نقوم بها من أجل الكسب السياسي في المقابل إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريو تصعيد في الشمال أثار عاصفة من الانتقادات في إسرائيل لكونه أدخل المستوطنين في الشمال في حالة من الرعب والهستيريا وبث صورة وضع غير دقيق لما يحصل شمال فلسطين المحتلة في محاولة للضغط على لبنان ما قام به وزير الأمن هو خدعة معيبة لا تتناسب مع جانس الذي هو بنحو عام أكثر رسمية من ذلك وفيما ينقلون في إسرائيل عن مصادر سياسية ودبلوماسية قولها إنه من السابق لأوانه الحديث عن فشل الاتفاق أو تعطل المفاوضات بشأنه لفت محللون إلى أن كل الأجهزة الأمنية في إسرائيل أوصت بشكل قاطع بالسير في الاتفاق البحري مع لبنان وهو ما أكده كلام رئيس الموساد دافيد برنيع أمام الكابنت الذي أعرب عن خشيته من حصول تصعيد إذا لم يوقع الاتفاق من بيروت ينضم إلينا مراسل الميادين عباس صباق عباس كيف يتفاعل هذا الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في أرويق تصدر القرار والموقف اللبناني بس الخير لك يا رامي ومشاهدين الميادين الكرام بطبع الحال لبنان بحسب ما أعلن أو ما سرب بأنه غير معني بما صدر في تل أبيب عن رفض للملاحظات اللبنانية لأن لبنان علاقتهم مع الوسيط الأمريكي أموس وكستين وينتظر أن يتبلغ خطيا من هذا الوسيط ما هي الملاحظات أو ما هو الرفض الإسرائيلي تحديدا لأي بنود لكن بطبيعة الحال هذا امتحان أولا للوسيط الأمريكي لأن لبنان قدم ملاحظات على المسودة التي كانت مختارة أن تصبح نهائية بحسب ما علمنا أن الرفض الإسرائيلي يتمحور حول نقطتين الأولى ما يعرف بخط الطفافات أي هو الخط رقم واحد الذي أقامه جيش الاحتلال بعد انسحابه من لبنان عام 2000 وهي نقاط عائمة على بعد ثلاثة أميال من الشاطئ اللبناني ولا تأخذ بعين الاعتبار رأس النقورق نقطة لترسيم حدود لبنان البحرية ما يعني بأن هذه النقطة التي استحدثها جيش الاحتلال هي تقضب من مساحة لبنان البحرية ومن ثروته الغزية أما النقطة الخلافية الثانية بحسب ما تسرب اليوم بأنها تتعلق بطبيعة عمل شركة توتال في حق القانا وتحديدا في إذا كان هناك مكان مشتركة خارج الخط الثالث والعشرين وكيف ستتقاصم هذه الأموال أو العائدات مع تل أبيب وكي لا يتكرر سيناريو قبرص مع تل أبيب عندما توقف الاستخراج في حق الأفروديت عندما أصبح هناك خلاف بين الشركة الاستخراج وتوزيع الأرباح ما بين قبرص وإسرائيل يعني هاتان النقطتان هما مدار خلاف لكن بحسب كل المعطيات هنا في لبنان بأن لبنان قدم كل ما لديه وبحسب أكثر من مصدر بأن لبنان متمسك بما قدمه وهناك قناعة لبنانية بأن ما يجري اليوم في إسرائيل هو عبارة كما قال الرئيس البرلمان ببرمو محاكات انتخابية وكلها تتعلق بالانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من 22 نوفمبر المقبل وبالتالي هذا الاتفاق بحسب أكثر من مصدر هنا في لبنان سيتم وسيحصل لبنان على حقوقه هذا إذا لم نتحدث بعد عن المواقف حزب الله التي صدرت اليوم وبأن المعادلات لا تزال على حالها وبالتالي سواء أتى الرد من الوسيط الأمريكي هذا المساء أم لا يأتي الوضع في لبنان أو الموقف اللبناني هو أن لبنان قدم ما لديه لا تراجع بالنسبة لخطأ الطفافات أو بالنسبة لعمل شركة توتال وبالتالي أي تنازل عن هذه الخطوط التي تم الاتفاق عليها مع الوسيط الأمريكي عن ما لبنان يتفق مع الوسيط الأمريكي وليس مع الجانب الإسرائيلي هذا هو الاتفاق الموجود وبالتالي لا داعي لأي زيادة أو نقصان على ما قدمه لبنان حتى هذه اللحظة عباس صباغ مراسل ميادين أشكرك جزيلا شكرك كنت معنا مباشرة من العاصمة بيقوت في الشأن اللبناني أيضا أكد الرئيس ميشيل عون أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجوده أساسي لتأليف حكومة جديدة للعكس وخلال استقباله الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية حسام زكي شدد عون على أن بلدا مثل لبنان بخصوصيته وتمييزه وتعدديته لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية والميثاقية في غياب رئيسي الجمهورية ما يمكن أن يعرضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه هذا وأكد قياديهم في التيار الوطني الحر للميادين أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في الثالث عشر من الشهر الجاري لن تفضي الانتخاب رئيس للبلاد وأضاف أن توجه التيار هو عدم المشاركة فيها وكان رئيس التيار النائب جبران باسيل قد اعترض على تحديد تاريخ الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر كموعد للجلسة الثانية لانتخاب رئيسا للجمهورية لأنه يصادف في ذكرى الأحداث التي جرت عام 1990 عندما كان رئيس الحكومة السابق ميشيل عون في القصر الجمهوري إلى أرضنا المحتلة فلسطين حيث يواصل الأسرى الثلاثون في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث عشر رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال بحقهم نادي الأسير الفلسطيني وفي بيان أكد أن الأسرى ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم وأشار إلى أنه في حال جاء الرد سلبيا ستنضم دفعات جديدة من الأسرى إلى الإضراب أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول القضاء على قيادي كبير في تنظيم داعش في محافظة كاركوك إضافة إلى اثنين من مرافقه رسول قال أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من قتل الإرهابي محمد ندري العبادي المكنى أبو مصطفى والذي كان يشغل منصب نائب عسكري عام في كاركوك أشار إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنصيق مع خلية الاستهداف في سوريا أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية شمال البلاد استهدفت اثنين من قادة داعش أحدهما المدعو أبو هاشم الأموي وأتات هذه الغارة بعد ساعات على إنزال نفذته قوات أمريكية في قرية ملوك السرايا في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وقتدت خلاله المدعو ركان أبو حايل الذي وصفته واشنطن بأنه مسؤول كبير في تنظيم داعش أذو عينت واشنطن قائدا جديدا لما يسمى جيش المغاوير الذي يضم ثلاثة فصائل مسلحة تعمل بإمرة قاعدة التنف وإشرافها التعيون الجديد قبل بالرفض والاحتجاج ووسط تساؤلات بشأن الدافع الأمريكي وراء هذا القرار ديما نصيف بمشهد تمثيلي يقترب ضابط أمريكي في قاعدة التنف أمام الكاميرا ليعلن دعم بلاده لقائد جيش المغاوير الجديد فريد قاسم ويرد على كل الاعتراضات على هذا التعيين الأمريكيون على الأغلب أمام فشلا جديدا في إعداد هذا الجيش إذ اختاروا لقيادته فريد قاسم المطروضة سابقا من عباءة التحالف الدولي بسبب رفضه قتال الداعش الاعتراض على تعيين القائد الجديد أخرج مظاهرات احتجاجا للأهالي رفضا لعزل مهند الطلاع القائد السابق لجيش المغاوير وكل المجموعة المسلحة في منطقة الخمسة وخمسين كيلومترا طائرات التحالف حلقت مختارقة جدار الصوت لإجبار المعترضين على الخروج من محيط قاعدة التنف لا مهند الطلاع ولا بيان المجلس العسكري للمغاوير الرافض لتعيين فريد قاسم سينجحان في إقناع الأمريكيين بالعدول عن قرارهم التحالف سارع لإرسال وفد من ضباطه إلى مقر المجلس العسكري للمغاوير ترافقه مروحيات عسكرية لإبلاغ قيادات المجلس بالقبول بالقرار أو تسليم الرافضين له لسلاحهم ومغادرات المنطقة فورا كما تؤكد مصادر موثوقة للميادين التنف خط أحمر أمريكي فقرار القيادة المركزية الأمريكية بعزل الطلاع جاء بعد رصد زيارات له إلى التركيا وأعلانه التحالف مع فصائلها في الشمال السوري في وقت رفض فيه التحالف مع قصد واشنطن تريد ضمان ولاء الفصائل التي تداربها في منطقة الخمسة والخمسين كيلومترا تجنبا لأي خرق تركي تعيين القائد الجديد قد يعزز فرضية انهيار وتفكك جيش المغاوير الذي لم يحدث أي أثر على الأرض منذ تشكيله قبل ست سنوات من الواضح أن واشنطن تعد رسم سياستها في سوريا سياسيا من خلال إحياء الحوار الكردي الكردي لإحداث تقاربا بين الكرد والاقتلاف المعارض وعسكريا بإعادة حيكلة الفصائل المسلحة التابعة لها في التنف للإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي جنوب البلاد والإبقاء على تهديد الطريق الواصل بين طهران وبغداد ودماشق ديماناصف ديماشق الميادين قمة وسعة للاتحاد الأوروبي في براغ تتصدرها قضايا وأوكرانيا والأمن والطاقة والاقتصاد وتنعقد القمة وسط انقسام من بين دول الاتحاد بإقرار الرئيس الفرنسي مانويل مكرون الذي تحدث عن وحدة في الرؤية حيال إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا موسى عصي القارة الأوروبية موحدة في وجه روسيا حلم صعب المنال 44 دولة أوروبية جمعها إمانويل مكرون في براغ بالتنصيق مع رئيس تشيكيا الدول السبع عشرة من خارج الاتحاد الأوروبي جاءت بأجندات مختلفة لا تتقاطع كثيرا مع أجندة مكرون وسقور بروكسل كأورسيلا فوندرلاين العداء لروسيا لا يصب بمصالح البعض كسربيا التي ترفض بشكل قاطع تبني منطق العقوبات الأوروبية أو تركيا أو أذربيجان أو أرمينيا القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع الدول الأربع والأربعين هو البحث عن مواجهة مشتركة للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقارة القديمة والتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة التماسك الذي أظهره أوروبي الاتحاد في بداية الحرب بدأ يتراجع المصالح الوطنية لكل دولة بدأت تتقدم على الموقف الموحد من روسيا هنغاريا لا تريد التراجع عن صفقة ثنائية مع روسيا لاستيراد الغاز الروسي رغم ضغط بروكسل إيطاليا عادت لتنعم بالغاز الروسي من جديد بعد موافقة النمسا على استئناف ضغطه عبر أراضيها قرار ألمانيا منح 200 مليار يورو للمواطنين والشركات لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة أحدث هزة في الاتحاد الأوروبي خصوصا لدى فرنسا وإيطاليا التي اعتبرت أن هذا القرار سيجعل الشركات الألمانية أكثر قدرة على المنافسة مقارنة مع الشركات الأوروبية الأخرى مراعاة المصالح الوطنية على حساب الموقف الموحد من روسيا امتد إلى مسعى الأوروبيين لتحديد سعر منخفض للنفط الروسي المنقول بحرا اليونان التي تنقل ناقلاتها معظم النفط الروسي مترددة لناحية تبني القرار خوفا من تداعياته على اقتصاد يوناني هش لم يتمكن حتى الآن من الخروج من أزمة العام 2015 فضلا عن تداعيات الأزمة الحالي قبل الحديث عن جبهة تضم دول القارة الأوروبية في مواجهة روسيا يفتقر الاتحاد الأوروبي للوحدة بين أعضائه وصراع المصالح الوطنية بدأ يتقدم على الموقف من الحرب في ظل رأي عام أوروبي بدأ يشعر بثقل انخراط الحكومات في حرب تستنزف المليارات موسى عاصي براغ الميادين من براغ ينضم إلينا مفد الميادين إلى تيكيا موسى عاصي موسى ما ختمت به تقريرك برز في هذا المؤتمر الختامي لقادة دول الاتحاد الأوروبي وقد تأخر هذا المؤتمر لم يتم الاتفاق على نقطة أساسية وضع سقف لأسعار الطاقة والغاز الروسي كيف توزعت الأدوار وما هي الخلاصات من هذه القمة؟ يعني كل دولة كان لها خطة أو موقف أو رؤية لتقفيض الأسعار فرنسا على سبيل المثال إيمانيو الماكرون قال قبل قليل في مؤتمره الصحفي الختامي بأن أسعار الطاقة مرتفعة جدا في أوروبا وهو يطالب بوضع السقف للنفط والغاز ليس على مستوى الغاز أو النفط الروسيين فقط إنما لكل مشتريات الاتحاد الأوروبي وهذه النقطة تحديدا لاقت انتقادات من قبل دول أخرى ولسيما برلين التي تعتبر بأن فرنسا التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من المنشآت النووية لا تكترث كثيرا لأسعار الغاز والنفط بما أنها لا تحتاج الكثير من النفط والغاز لتشغيل الكهرباء إذن تريد فرنسا أن يكون هناك سائر موحد أوروبي من كافة دول العالم وليس فقط من روسيا هذا الموقف أيضا كان محل انتقاد من بعض الدول الأخرى ولسيما لكسنبورغ وغيرها التي ترى بأن وضع صقف للنفط وتحديدا النفط الروسي أو الغاز الروسي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات على الداخل الأوروبي كما قال رئيس الزراء لكسنبورغ هناك دول كثيرة وأطراف كثيرة تريد شراء النفط الروسي وإذا أردنا أن نضع حد منخفض لسعر هذا النفط فروسيا باستطاعاتها بيع النفط إلى أماكن أخرى وإلى دول أخرى أيضا بالنسبة للموقف من المقترح الألماني لتمويل 200 مليار يورو من أجل مساعدة السكان والشركات الألمانية على المساهمة في الفروقات في ارتفاع أسعار الطاقة بينما قبل الأزمة وحاليا هذه المبالغ ضخمة جدا أيضا كانت محل انتقاد من قبل فرنسا وإيطاليا التي تعتبران بأن رفع أو تقديم كل هذه الأموال للشعب الألماني والتي ستستفيد منه الشركات الألمانية سيؤدي بطبيعة الحال لقدرة هذه الشركات على المنافسة بشكل أكبر بكثير من الشركات الفرنسية والإيطالية هناك مجموعة من المقترحات ولكن لم يأخذ أي قرار على أساس أن هذه القمة هي قمة غير رسمية وهذه القرارات والنقاشات والقرارات التي ستتأخذ بشأن هذه النقاشات اليوم تؤجل إلى قمة الواحد والعشرين من الشهر الجاري في بروكسل عدد من المسؤولين أولف شولز أورسيلا فوندر لايين أيضا فرانسواء إمانويل ماكرون كل الزعماء وأيضا رئيس تشيكيا وشارل ميتشل رئيس المجلس الأوروبي أكدوا على أن روسيا أرادت عزل الاتحاد الأوروبي أو تقسيم الاتحاد الأوروبي وإداء به موحد طبعا كل هذه التصريحات هي محاولة من قبل دول الاتحاد الأوروبي من أجل إخفاء كل الخلافات التي تحدثنا عنها بشأن تفاصيل مواجهة التضخم وارتفاع أسعار النفط وأيضا كافية معالجة ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للمواطنين والمستهلكين بشكل يومي شكرا جزيلا لك موسى عاصي مفاد الميدين إلى تشيكيا كنت معنا مباشرة من إبرالي أعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأحداث المأساوية تتوالى في أوكرانيا كما أن هناك صراعات بين بلدان رابطة الدول المستقلة وهذا يتطلب إيجاد تدابير لحلها وخلال القمة غير الرسمية للرابطة قال بوتين أن العلاقات بين البلدان الأعضاء تتطور بروح شراكة استراتيجية حقيقية وأضاف أن الانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات بين أعضاء الرابطة سيعزز السيادة ويعمق التكامل وأن ذلك لا يتعلق بالوضع السياسي بوتين شدد على أن أصدقاء وحلفاء روسيا الذين تربطها معهم علاقة شراكة استراتيجية حقيقية يسعون لبناء التعاون بروح حسن الجوار والمنفعة المتبادلة ومراعاة المصالح وتطوير التجارة وشراكات الاستثمارية واستدامة الاقتصادات أعلن رئيس التركي رجب طيب أردغان استعداد أنقرة للمساهمة في إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا وفي اتصال هاتفيا مع الرئيس بوتين قال أن الحل هو لصالح الجميع فيما نقش الطرفان سبول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين أعلن مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال مسلحين منتمين إلى تنظيم داعش كانوا يخططون لتفجير بحطة للحفيلات في مدينة سترافابول جنوب البلاد ونشرت المخابرات الروسية مقطع فيديو يظهر لحظة ألقاء القبض على المتهمين في أثناء تحضيرهم لمخطط التفجير كما ضبطت بحوزتهم مواد لتحضير عبوة الناسفة ووسائل اتصال لاستعمالها في العملية وزيره الخارجية الروسي سرقيل عفروف حذر الولايات المتحدة من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع وراء أن حلف الناتو وأوروبا يرقصان على أنغام أوكرانيا واتهم كييف بالتسبب بمخاطر مرتضوطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل بالطبع لا يمكننا تجاوز التصريحات المتزيدة مؤخرا حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في صمت وخاصة في هذا الصدد لا يمكننا التغاضي في صمت عن الإجراءات المتهورة لنظام كييف والتي تهدف إلى خلق مخاطر استخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل وفي السياق أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا هي من تمارس الابتزاز النووي وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفة قالت أن سلطات كييف متورطة بالقصف المستمر على محطة زبروجيا للطاقة الذرية وأكدت أن القصف يجري بشكل متعمد ومقصود من جهتي حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن العالم لم يواجه يوما احتمال التعرضي لخطر نهاية البشرية كما يفعل اليوم بايدن أكد أن رئيس بوتن لم يكن يمزح عندما أطلقت تهديدات باستخدام السلاح النووي ما يدفع العالم إلى مواجهة احتمال حدوث المعركة النهائية منذ منتصف الحرب الباردة خلال أزمة الصواريخ الكوبية من جهتي أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي من كييف التي سينتقل منها إلى موسكو أن محطة زبروجيا النووية هي أوكرانية رغم استحواد موسكو رسميا عليها وكرر التحذير من خطر وقوع حادث نووي جروسي وفي مؤتمر صحفي في كييف بعد لقائه الرئيس فلودمير زينينسكي شدد على أن الاستمرار في تفادي أي حادث نووي في المحطة وندد بظروف لا يمكن تحملها يعمل في ظلها الطاقم الأوكراني في المحطة بالنسبة إلينا من المؤكد أن زبروجيا تعود إلى شركة الأوكرانية المشاغلة أنرغواتوم ما دامت منشأة أوكرانية نستمر في قول ما ينبغي القيام به لتفادي حادث نووي في المحطة الأمر الذي يبقى احتمالا واضحا جدا الظروف التي يعمل في ظلها الطاقم الأوكراني في المحطة لا يمكن تحملها الوكالة شرعت في مضاعفة عدد المفتشين الذين تخطط لنشرهم في محطة زبروجيا للطاقة النووية الأوكرانية إلى أربعة في هذه الأثناء رد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على اتهام المندوبة الأمريكية لبلاده في مجلس الأمن الدولي بنهب ثروات الدول الأفريقية العميلة كما وصفتها وذكر بالتاريخ الاستعماري الغربي الطويل في نهب ثروات الدول ولا سيما تلك التي أدت إلى صرقة النفط السوري على يد الجيش الأمريكي أستغرب استخدام مندوبة الولايات المتحدة تعبير الدول الأفريقية العميلة فنحن لا نستخدم هذا التعبير مع الدول الأفريقية بل نسميها الدول الشريكة أما الولايات المتحدة فهي تحت غطاء محاربة الإرهاب تسرق النفط السوري فقد أوكلت المهمة في البداية إلى شركة وعندما أدركت أن العملية بدت فضيحة حتى أمام حلفائها عادت الولايات المتحدة إلى سرقة الموارد الوطنية السورية على يد جنودها جهارا نهارا المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كانت قد اتهمت روسيا باستغلال الموارد الطبيعية في بعض الدول الأفريقية لتمويل حربها في أوكرانيا وأشارت إلى أن الأفريقيين يدفعون ثمن ممارسات شركة فانجر الروسية بحقه من أكثر الاهتمامات المتنمية في أفريقيا هي استراتيجية مجموعة فاغنر المدعومة من الكريملين لاستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية أفريقيا المستوى مالي والسودان بالإضافة إلى بلدان أخرى هذه الإجراءات موثقة بدقة ولا يمكن ضحضها ونحن نعلم أن هذه المكاسب غير المشروعة تستخدم في تمويل آلة الحرب الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوكرانيا متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصلا قصير مشاهدين تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد أعلن الطب العدلي في إيران أن الشابة مهسى أميني كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة ولم تتعرض للضرب قبل وفاتها وبحسب البيان فإنه عام 2007 أجرت أميني عملية جراحية في الدماغ وبعدها أصيبت باختلالات غددية وفي مساء الثالث عشر من شهر أيلول سبتمبر الماضي وفي الساعة السابعة وستة وخمسين دقيقة فقدت أميني وعيها وسقطت على الأرض فأصيبت بانخفاض ضغط الدم ما أدى إلى انخفاض الأكسجين وتضرور الدماغ ما أدى فيما بعد إلى وفاة أميني في السادس عشر من الشهر نفسه وأشار الطب العدلي إلى أن أميني لم تتوفى نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها إلى ذلك أكد القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية العميد حسين أشتري أن الشرطة ستواجه كل ما يريد سلب الأمن والاستقرار من المجتمع وأشار إلى الذين قتلوا في الأحداث الأخيرة قتلوا بأسلحة حربية تم ضبطها مع عدد من الأشخاص اعتقلتهم الشرطة وأوضح أن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي إلا في الأماكن القريبة عن مراكز الأمن وأكد أشتري أن أمن الناس خط أحمر وأن مثيري الشغب كانوا في صدد تنفيذ أجندات أمريكية وصهيونية نقلت وسائل أعلام كويتية مصادر حكومية تقديم أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم يوم الأربعاء الماضي استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح وذلك عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد وشهد إعلان تشكيل الحكومة الجديد اعتراض نحو أربعة وأربعين نائباً انتقدوا الإسرع في تشكيل الحكومة وعدم تلبية خيارات الشعب التي عبر عنها في الانتخابات الأخيرة بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكويتية ردود فعلاً غاضبة أمريكية طالب ومعاقبة السعوديين والإماراتيين رداً على مشاركتهم في قرار خفض إنتاج النفط فيما كانت هذه الأصوات نفسها داعمة للحرب على اليمن حبيب عزدين خيبة أمل كبيرة داخل البيت الأبيض بعد القرار الذي اتخذه تحالف أوبيك بلاس لخفض إنتاج النفط ففي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تضغط باتجاه مضاعفة إنتاج النفط عالمياً في إطار الإجراءات الاقتصادية في وجه روسيا جاء قرار أوبيك بلاس المعاكس موجها ضربة لطموحات واشنطن من جهة وضربة قاسية لعلاقتها مع حلفائها السعوديين ودول الخليج من جهة أخرى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس دعوا إلى معاقبة السعودية والإمارات بسبب قرارهما متطرقين إلى الحديث عن العلاقات الجوهرية التي تجمع الطرفين أي الدعم العسكري والدفاعي وهذا ما سئل عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجيباً أن بلاده تدرس عدداً من خيارات الرد فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض ندرس عدداً من خيارات الرد ونتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس لن نفعل أي شيء من شأنه أن يؤثر في مصالحنا وسنضع جميع هذه المصالح في الاعتبار ونتشاور مع جميع المعنيين للنظر في الخطوات التالية أجواء الغضب الأمريكي تظهر بوضوح ازدواجية المعايير لدى الديمقراطيين ومعظم أعضاء الكونغرس في التعاطي مع القضايا الخارجية فهم أنفسهم منذ سنوات يدعمون الحرب التي تقودها السعودية وحلفاؤها على اليمن ولم تنضي أشهر قليلة على زيارة الرئيس جو بايدن إلى الرياض وتوقيعه على صفقات بيع أسلحة جديدة وضخمة مع المملكة بقيمة خمسة مليارات دولار من أنظمة الدفاع الصاروخي لكل من السعودية والإمارات في إطار دعم حروبهما لكن ووفق المصلحة الأمريكية يتغير كل شيء فعاد الحديث في الكونغرس عن إراقة دماء اليمنيين وعن انتهاكات حقوق الإنسان بحق صحفيين وناشطين إذن المس بمصير النفط العالمي هو بالنسبة لواشنطن قضية لا يمكن تخطيها فعاد الحديث عن العلاقات الأمنية مع دول الخليج فاصل قصير ونواصل النشرة تفضل ورجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة إلى حدود أرمينيا وأذربيجان في إطار ما وصفه بمهمة مدنية لبناء الثقة بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود وعلى عامش أعمال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ أعلنت الأطراف المعنية عقب اجتماع ربعيا بين رئيسي الوزراء الأرميني نيكول باشنيان والرئيس الأدربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن البعثة ستبدأ في تشرين الأول أكتوبر لمدة شهرين كحد أقصى أظهر استطلاع للرأيان المرشح الرئاسي البرازيلي اليساري لولا دي سيلفا يحافظ على تقدم واضح على الرئيس اليميني اليميني جاريير بولسينارو وفق استطلاع الرأي فإن دي سيلفا سيحصل على 51% من الأصوات مقابل 43% لبولسينارو وكان بولسينارو قد قال أن استطلاعات الرأي خاطئة أثناء بث مباشر على موقعي فيسبوك منح جائزة نوبل للسلام للناشط الحقوقي البيلاروسي أرليس بيلالياتسكي ومنظمتي ميموريال لحقوق الإنسان ومركز الحريات المدنية الأوكراني وفي خضم الصراع الأطلسي الغربي مع روسيا دليل إضافي يتكرر على استخدام بعض مقدرات أكاديمية نوبل كسلاح ثقافي سياسي في معارك الوعي والرأي العام والضغط حسن عبد الله من هو الجدير برأي الغرب بجائزة السلام؟ طبعا لا أحد غير العاملين من شخصيات ومؤسسات وناشطين في إطار استراتيجية الغرب لشيطنة وتجريم عدائها وأخيرا روسيا هي ليست المرة الأولى التي تستخدم الجائزة لتصفية حسابات مع هذه الدولة أو تلك أو لدعم هذا الحليف أو ذاك من منظومة الهيمنة على المؤسسات والجمعيات الدولية الثقافية أو الفنية والاجتماعية قد يرد البعض بأن جوائز نوبل منحت لأدباء أو علماء لا يمتون بصلاة لطبقة المهيمنين وبعضهم رفض الجائزة إلا أن حصول هذا الأمر لا يقارن بالتسييس الساحق للجوائز في صالح المدافعين عن المقاييس والمفاهيم والقيم السياسية الأوروبية والأمريكية باتت جوائز نوبل عرضة للنقد والجدل والتشكيك من قبل نخب غربية وعربية ولاتينية التاريخ المتراكم من التسييس يلقي بظلاله على الأكاديمية السويدية واللوبيات من حولها جردة تمثيلية للكثير من أسماء الفائزين بها تكشف الأغراض السياسية من منحها كالمنشق السوفيتي أندريزا خاروف عام 75 ومؤسس حركة تضامن البولندية المناهضة لسوفييت ليخ فاليسا عام 83 ثم للكاهن الأكبر لديانة المحرقة اليهودية إليا ويزل عام 86 والمنشق السيني الدلاي لاما عام 89 وميخايل جورباتشوف مطلق البرولسترويكا عام 90 التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وكان كيسنجر في كل المآسي التي تسبب بها مع عدارته من حاصدي الجائزة عام 73 مع الفيتنامي لي دوكتو الذي رفض قبولها الكثير من الشخصيات والمؤسسات المثيرة للجدل والمشكوك بعملها الفعلي من أجل السلام الإنساني لصالح خدمة السلام على الطريقة الأمريكية كرمت بنوبل وتم تعويض خدماتها بأرفع جائزة عالمية كما يقال تعرض موسم القطن في باكستان إلى أضرار بالغة وحسائر جسيمة من جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد والتي أتلفت 45% من محصول القطن قبل أن يتمكن المزارعون من حصاده بكر يونس تعرض محصول القطن الباكستاني إلى خسائر مدمرة إثر الفيضانات التي ضربت البلاد وأدت إلى خسارة بعض الأقاليم ما بين 19 و25% من المحصول ولا سيما في إقليم البنجاب والسند إن سعر القطن ارتفع بشكل مفاجئ من دون وجود خطة للتحكم به لأن هناك تناقصا في ناتج القطن بعد الفيضانات توقعنا أن يكون النقص بنسبة 25% ولكنه الآن بنسبة 50% هذه الخسائر وضعت المستشفيات والصيدليات في واقع مأزوم فالصيدليات العامة باتت تعاني من نقص حد في القطن المستخدم في العمليات الجراحية لتقوم باللجوء إلى المخزون الاستراتيجي ما يضع القطاع الصحي في خطر داهم أنا أعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات ولقد نقص القطن بنسبة كبيرة بسبب الفيضانات ولهذا ارتفع سعره كما أن الكمية باتت محدودة ونحن نستخدم الاحتياطية وما زاد الأمور سواء أن الفيضانات ضربت أغلبية محاصيل القطن قبل قطافها وبنسبة تصل إلى 90% مما ضعف من الخسائر فتراجعت صادرات القطن بنسبة 60% هذا العام من عكست تأثيرا على صناعة النسيج المحلية وصادراتها الخارجية والسهلاكها المحلي خسرت باكستان هذا العام نحو 43% من الناتج العام من محصول قطن ما يشكل أزمة كبيرة في كل منتجات والصناعات التي يدخل فيها القطن بكريونيس راول بندي الميادين في نافذتنا الجديدة على حدائق طهران تعرف العاصمة الإيرانية بعشرات الحدائق الطبيعية المميزة فقد تحولت تأنهر جافة وديان ومكبات للنفايات إلى حدائق شهيرة نتعرف على بعضها في هذا التقرير لأحمد البحراني موسيقى موسيقى ضمن نهضة تجير منذ سنوات في طهران سفوح جبال ووديان ومرتفعات تحولت إلى حدائق وهذا النهر الجاف حيث تحول إلى متنزه عائلي عام مع بدء موجة الجفاف التي ضربت البلاد قبل أعوام ولا تزال نهر كان في أقصى شمال غرب العاصمة الإيرانية هكذا وصل استقطاب عشاق الطبيعة لكن بتسميته الجديدة حديقة جابان مردان هذه الحديقة بالنسبة إلي مثالية لسببين أولاً لطبيعتها المميزة وثانياً لأنها قريبة من منزلي موسيقى بمحاذاة شارعي ولعصر كأطول شوارع إيران والشرق الأوسط حديقة زاعي لها حكايتها المثيرة أيضاً قبل قرنين من الزمن ضرب زلزال عنيف طهراً خلف دماراً هائلاً وهذا الوادي الكبير حيث غدا منذ عقود حديقة تشتهر برياضتها الصباحية موسيقى مع طلوع الشمس كل يوم أبدأوا التمارين الرياضية في هذه الحديقة المليئة بالطاقة الإيجابية وبرفقة هذه المجموعة الرائعة مما كبل نفاياته إلى حديقة غنى في حال هذه المساحة حيث باتت مقصداً سياحياً مهماً لسكان العاصمة الإيرانيكا بستان نهج البلغة مشروع آخر يعكس ثقافة إنشاء الحدائق في البلاد ثقافة ترافقها ظاهرة الإقبال الشعبي عليها أيضاً وبوضوح فجنة بلا ناس لا تداس كما يقول المثل الشعبي الشائع أحمد البحراني طهران الميادين موسيقى بعد نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها موسيقى أفضل من حركة حماس برئاسة خليل الحية يزور دمشق خلال الشهر الحالي ولف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يشعل معركة كلامية في تل أبيب والموساد يحذر الكابينت من تصعيد في حال عدم توقيع الاتفاق وسط انقسام داخلي قمة واسعة لاتحاد الأوروبي في براغ تتصدرها قضايا أوكرانيا والأمن والطاقة والاقتصاد بوتين يؤكد خلال قمة رابطة الدول المستقلة أن الأحداث في أوكرانيا والصراعات بين بعض دول ما بعد الاتحاد السوفيتي تتطلب تدابير لحلها بعد تكليفهم قبل يومين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة يستقيلون عقب رفض شعبي ونيابي للتشكيلة الوزارية موسيقى على الانترنت الميادين دات نت إضافة لموقع الميادين باللغة الإنجليزية وموقع الميادين أيضا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة